بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي برحب بك في الحلقة العشرة من سلسلة برنامج حلقات فكرة ومهارة ومعلومة مع مستر حامل البيومي طب فكرة النهاردة عن إيه الجزر التربيع للعدد يطرى أصل إيه ومعنى إيه ومفهومه جاي منين أنا ممكن أسأل ولد أقوله جزر الستة وتلاتين كام يقوله جزر الستة وتلاتين ستة أقوله برافو عليك عرفتها إزاي يقوله علشان ستة في ستة بستة وتلاتين عملت إيه حبيبي يقوله بحثت عن رقامين ما لهم رقامين متشابهين لضرب العدد أقوله ما هي ستة وتلاتين لها ضربايات كتير اتنين في تمنتاشر وواحد في ستة وتلاتين ويه تلاتة في اتناشر واربعة في تسعة وستة في ستة يقولي يا مستر بقولك رقامين متشابهين ستة في ستة بستة وتلاتين ناخد ستاية أقوله برافو عليك جود والله طب انت عارف الستة جاية منين وأصلها إيه غير إن انت دورت على ستة في ستة يقولي لا الاربعة واربعين جزرها كام يقولي نحفظها من جدول الضرب اتناشر في اتناشر بمية اربعة واربعين أقوله كلامك صحيح ولكن المعنى جاي منين يلا نتابع كده العددين دول بالتحديد أنا لسه بقولك إن جزر الستة وتلاتين ستة علشان ستة في ستة في ستة وتلاتين وجزر المية اربعة واربعين اتناشر علشان اتناشر في اتناشر بمية اربعة واربعين لكن مستر حامد بيسأل على الأصل هي جات إزاي تعالوا نعرف قصة الجزر جات منين قصة الجزر حبيبي جات من التحليل بالعمود فاكر التحليل اللي بالعمود اللي في سنة ربعة كنا بنكتب عمود ونكتب ستة وتلاتين ونبتدي نقسمه على الأعداد الأولية ستة وتلاتين علشان اتنين عشان زوجي نصة تمنتاشر علشان اتنين فيها التسعة التسعة فردي نقسم على التلاتة عشان من الأعداد الأولية ماينفعش تتأسم على نفسها فيها التلاتة عالتلاتة فيها الواحد يجي ولد يقول مش فاهم هو انت يا مستر حمد عملت التحليل ليه اقول له عشان عرفك الرقمين المتشبهين جات ازاي وجات منين شايف دول اه شبه بعض اقول له خدنا منهم واحدة شايف دول اه شبه بعض اقول له خدنا منهم واحدة من الاثنين اتنين اتنيناية من التلاتين تلاتاية اضربهم فبعض يطلع ستة اهي الستة دي بتمثل الجزر التربيعي للعدد يبقى مستر حمد عايزي فاهمك ان التحليل هو اساس الجزر التربيعي للعدد طب المية اربعة واربعين تعالوا نعملها كده بالعمود اه دي مية اربعة واربعين العدد زوجي نقسمه على الاثنين اربعة تشر على الاثنين سبعة اربعة على الاثنين اتنين برضو زوجي على الاثنين يطلع نصه ستة وتلاتين على الاثنين تمنتاشر على الاثنين تسعة على التلاتة تلاتة على التلاتة فيها الواحد تعالوا كده نطبق نفس القصة والحدوتة دول اتننتين خد واحدة دول اتننتين خد واحدة دول تلاتين خد واحدة اضرب دول في بعض اتنين في اتنين في اتنين اتنين في اتنين باربعة اربعة في تلاتة باثناشر يبقى الجزر التربيعي اصله وفصله من طريقة التحليل من كل رقمين متشابهين باخد واحدة وارجع اضربهم تقدر تعرف القصة المختصرة اللي احنا بنقول مين الرقمين المتشابهين للعدد ويبقى دا اسمه الجزر التربيعي يا رب الفكرة والمعلومة ومهارة النهاردة تكون عجبكم وانتظرونا في باقي الحلقات بإذن الله تحياتي مستر حامد البيومي